كثير من نسمع حكي وقصص عن احتمال انهيار الاقتصاد بسوريا وعن انهيار العملة والتضخم وسعر الصرف بس شو هنن هالشغلات وكيف فينا نساعد اقتصادنا لحتى ما يصير بسوريا متل ما صار بلبنان ودول تانية انهارت فيها قيمة العملة الوطنية فجأة شو يعني قيمة العملة؟ قيمة العملة أو النقود تعني أحد المعاني لثلاثة أولاً قوتها الشرائية بالنسبة للدهب يعني كمية الدهب المقابلة لسعر الليرة السورية تانياً ايمتال خارجية يعني قدي بتساوي الليرة السورية مقابل الدولار واليورو وهذا اسمه سعر الصرف تالتاً قوتها الشرائية يعني قدي فينا نشتري غراض من السوق بمية ليرة مثلاً يعني كلما غلي الدهب وصار سعر صرف الدولار أو أي عملة تانية أغلى وصارت المية ليرة بتشتري شغلات أقل كلما عرفنا أنه ايمة الليرة السورية عم تنزل وأنه الاقتصاد ببلدنا عم يضعف الحكومة والمصرف المركزي يلي هو مستقل عن الحكومة بيلعبوا دور هام بتحركات ايمة الليرة من خلال آليات بتختلف من بلد لتاني حسب نظام الحكم منها تثبيت معدل صرف العملات الأجنبية وهون بتتدخل الحكومة وبتثبت سعر الصرف بغض النظر عن أي شيء إن كان الاقتصاد أوي أو ضعيف وهذا كان بسوريا قبل الألفين تحديد معدل الصرف من خلال استخدام سلة من العملات بدل ما تنربط بعملة وحدة وهذه اللي عم تعمله سوريا مؤخراً وبيلعب دور قوة الاقتصاد أو ضعفه بس ضل الإشراف الحكومي على سعر الصرف ومن كم شهر شفنا إنه الدولار عم يغلبي السعر الرسمي مثلاً 100 لليرة وبالسوق السودة كمان بس أغلى 120 لليرة تعويم العملة وهو ربط سعر صرف العملة بقوة الاقتصاد بس وهي حال الولايات المتحدة الأمريكية المخزون الاحتياطي سعر العملة بيعتمد إما على احتياطي الدولة من المعدن الثمين مثل الدهب احتياطي الدولة من العملات الأجنبية وكمان الودائع والسندات يلي بيحتفظ فيها البنك المركزي طيب من وين بتجي قوة الليرة؟ ارتباط قيمة الليرة بسلة عملات أساسية مثل الدولار واليورو والجنيل سترليني واليان الياباني والفرنجل سويسري بدل ما تنربط بعملة واحدة بس مثل الدولار أو اليورو من الاقتصاد الوطني وحجم الصادرات والواردات بالبلد السياسة المالية للمصرف المركزي مثل توفير كميات كبيرة من العملة الأجنبية بالسوق وتسبيت سعر الصرف مثل ما ذكرنا المخزون الاحتياطي للعملات الصعبة الأجنبية والدهب وهذا بياخدنا لدورنا بدعم اقتصادنا ومساعدة الليرة السورية ولحتى ندعم الليرة السورية لازم نساعد بي معرفة المخزون الاحتياطي الحقيقي الموجود بالبلد وعدم نشر الإشاعات به الخصوص عدم تهريب العملات الأجنبية خارج البلد التعامل بالليرة السورية دائماً مو بأي عملة تانية استهلاك وشراء المنتجات الوطنية بحال توفرت طبعاً وكمان اسلوب العمل الإغاسي لحتى يتم تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل يعني توفير حبوب للمزارعين لحتى يزرعوا أراضيهم بدل ما نعطيهم سلة غزائية كل شهر تشجيع الصناعيين والحرفيين على توفير مواد محلية الصناع أدري الإمكان وصرف العملات الأجنبية داخل سوريا أدري الإمكان اشتركوا في القناة كحصل على إسرارات التعامل وبدأ الذي سيجي على إدار الإمكان وفي البرد الانهارات